ده ما بتكلم على محمد صلاح نزبوط هو محمد صلاح وصل لمحمد صلاح ازاي للعيبة الثالث تلاتة أحسن تلاتة عيبة في العالم طبعا هو وصل لها ازاي فاجأة كده لا طبعا هو وصل عشان هو عرف فيه خيمة النعمل اللي فيها وكان في النادي المقاولين يعني مش كمان مش في النادي الأهلي بدأ اشتغل بدأ ياخد السلم من أوله وصل لكن هو وصل ما 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 سكيتش على كده لا عايز عايز تاني كرة بتحب الطمع وتاعب واكيد فيه تضحات كبير جدا حد ما وصل لمحمد صلاح محمد صلاح لما يحصل كده انا مش عايز اتكلف موضوع ده بس هتكلم فيه حصل مبارح مباراة وحش ماشي مباراة النيجر وحش حتى المباراة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها مش محمد صلاح هي ايه المشكلة ايه المشكلة او ايه الكارسة اللي حصلت ايه المصيبة لعيبة كرة بتحصله عادي جدا يبقى كويس جدا بتحصله فترة بيحصل فيها طبعا عادي جدا بتحصل لكن للأسف هو مستهدف فيه اعداء النجاح او الناس عايزة تعمل بلبلة او الناس ما بتحب يشوف حد ناجح والناس حواليه تبدأ تتكلم وطبعا المشكلة اللي يام دي السوشيال ميديا طبعا حدث ولا حرج خلانا اتكلم في القصة دي كابتن وابقى حاسس ان ورغم ان ممكن الواحد بقاش منوط يعني وانا على شاشة الاهلي وبتاع واوة لكن انا منوط بان ده العيد نجب كبير جدا بيمثل مصر كلها كلها فرحانين بي انبارح اول مرة اشعر ان العلاقة اللي بيننا وبين صلاح علاقة مصلحة فرحني وهات اللي جوانا شجعك انبارح السوشيال ميديا والناس بتكتب كلام صعب جدا هو في ايه ولو انتوا اللي مش هتسندون النهاردة مين هيسنده هو مفهوش حاجة بس كده ما انت بقى راجل لعيب كرة وفاهم تقدر تقول ده عادي يا ان ده عادي مفهوش حاجة خالص طبيعي جدا بيحصل اعظم لعيم العالم بيحصل لهم كده لكن هو المشكلة زي انا بقول لك انا فيه ناس ما بتحبش حد بناجح خصوة في مصر ناجح ومش ناجح في مصر ده ناجح ناجح عالمي انت متخيل مرشح في الصينة واحدة يا كابتن بسم الله ما شاء الله كل اعوذوا برب الفلق افضل لعب في افريقيا بالظبط هده في دوري الانجليزي افضل لعب في الدوري الانجليزي من النقاد واكتر لعب خدها طول جايزة الشهر وجايزة السنة افضل لعب في اوروبا يترشح ويبقى ترتيبه التالت التالت مودريتش وكريستيانو مع نفس السنائي بترشح افضل لعب في العالم انت عايز ايه اهم فيه ناس بتكره كده وفي الاية يقولك ايه اصلي دي ضربة جزاء فرحت مصر كلها بعدها ضربتين جزاء فماتش سهل جدا بيضيعوا ايه قصة ما هو كان متحمل ضغط اكتر اهو اه ضغط كاسعالم انت فاهمني بس فيها يعني ما تكبرش الموضوع اهو بتحصل هو صلاح اكيد عارف كده والناس اللي خلين في الكورة عارفين ان ده بيحصل هو قسان هو عند هو مش قلقان ولا حاجة خالص هو بس القلق انت عارف من قعداء النجاح ما بحبوش حد مصري انا قصة اقول الكلمة وصل للمرحلة دي لكن هو حواليه شعب الناس كلها بتحبه وناس عايزة احسن حاجة في الدنيا ان شاء الله وربنا دايما يوفقه انت قلت المقال اللي انا كاتبه بكرة في الجرنان بنفس الطريق انا نفسك هما الكلمتين دول اللي انت ايه لهم دول لسه ما نزلتش في سوق هما الكلمتين دول انا كاتبه ان الناس مستنيالك دي حتى لو سقفولك وقت في ناس مستنيالك انك تقع الوقع دي لكن دي مش وقع بلغة الكرة بالعكس قالص بتحصل بتحصل وسهلة جدا فهاش مشكلة مش هطول في صلاح كتير لكن هل الازمات الداخلية اللي كانت بتحصل والكلام ده وقصة وكيل اللعيبة والاتحاد برضو قد تكون عامل مؤثر مع المشاكل اللي هناك خالص خالص ولا حاجة خالص اه ومعدي المرحلة دي ولا حاجة اه يعني صلاح وصل لدرجة من احترافية اعلى حاجة في الاحتراف كويس فالحاجات الصغيرة انا قصد اقول صغيرة ما تقصرش معا انه هو بيفصل طب وجد انتنظرك ليه السبب اللي هو يبقى في الحتة دي او مضغوط بهذا الشكل مش مضغوط اكتر من هي سوق التوفيق في حاجة يعني مش موفق مش موفق تهدفيا مش موفق في جارية في شوطة في باصة في حركة الكلام ده يا هاب في لغة الكرة لو جبت اي حد ما كان هنا لقى الكرة عادي جدا اقولك بتحصل طبعا بتحصل تيجي عليك وقت يا هاب ما تبقاش عايز الكرة تيجي ليك تخيل انت مش عايزها بتهرب منها في الملع بتهرب منها عايز تخرج من الملع بتهرب بس مش ماشية بس بس مش ماشية خلاص على كده والناس مستنية بيجي عليك وقت بيظهرك ماشي بوشك ماشي هي بس الضغط الوحيد اللي على صلاح الفترة الفترة دي ايه قلة الاهداف بس وش من صلاح يعني كريستيانو رونالدو بقدره كبير في عالم الكور بأرقامه اللي مفيش حد يجي جنبها كان لسه في دوري دوري الإيطالي تلاث مباريات مفيش أهداف هدف شبيه اللي اتلغل صلاح امبارح اتحسب شبيه هو هو بس هو ايه اتحسب له مش مكان انت فيهمني يا هاب دايما الهداف بيدور على دي ده النفس بتاعه بس ولو غابت شوية غصب على له بيبقى مضغوط سن يورجين كلوب وضرب الجزاء لليفربول وصلاح مضيع ضربتين جزاء فماش سهل وكان ممكن يفوق صلاح بيها خاف ما ماشي خاف لكن هو ملتزم بحاجة لان في المحاضرة بتاعت المباراة اه لو جات اه طبعا في ترتيب طبعا واحد اتنين تلاتة هو ما يهموش انه يفوق صلاح اكتر ما يهمو انه فيه فريق الله ينور على كه دي طيب